شارك سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بصفته رئيسا للدورة الحالية للجنة الوزرية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخالجي في عمال مؤتمر العمل الدولي والذي عقدته منظمة العمل الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية ومشاركة وزراء العمل في جميع دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والعمال والاتحادات والنقابات العملية وخبراء المنظمات ذات الصلة كان حمدان قد ألقى كلمة نيابة عن وزراء العمل بدول مجلس التعاون استعرض فيها مساعي دول المجلس في التصدي لتداعيات جائحة كورونا على مستوى أسواق العمل الخالجية عبر تقديم حزم مالية ضخمة تم توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية والمجتمعية فضلا عن جهودها في الالتزام بمعايير العمل الدولية وتعزيز التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية بيان الوزير في كلمته حقيقة الجهود التي تبدلها مملكة البحرين والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة مشيرا إلى أنه بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك المفدى ومتابعة ودعم من صاحب السموء الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق حزمة مالية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي لتعزيز كفاءة القطاع الصحي والحرص على استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجانا للمواطن والمقيمين على حد سوى فضلا عن توسيع دائرة المستفدين من مرامج الحزمة كمثل العاملين لحسابهم الخاص وغير المسجلين في التأمين الاجتماعي من أجل المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص اشتركوا في القناة